عزيزي المشاهد برحب بيك تلميز في مدرسة المسيح تلميز لأعظم معلم علمنا بحياته وبكلامه وبيدعوك أنك تكون له تلميز تلميز مش معناه مجرد تفهم عشان تجاوب على الأسئلة لكن تلميز معناه تدرك وتختبر وتعيش الحياة التي عاشها المسيح تسمح له أنه هو يعيش فيك وعشان تقدر تعمل كده أنت محتاج لمجموعة مجموعة زي المجموعة اللي المسيح صنعها مجموعة من كنستك من المؤمنين اللي حواليك تجتمعوا مع بعض تسمعوا مع بعض تصلوا مع بعض تشدعوا بعض أنك تطبقوا الحياة ديك وتكون اختبار حقيقي لكل واحد فيك صلاطي أن ده يتحقق معاك أمين عزيزي المشاهد أحبائي أرحب بكم في حلقة جديدة في مدرسة المسيح رحلة مشناها مع بعض من سنوات وبناخد كل مرة خطوة جديدة نحو اكتشاف الحق أتمنى أن كل مرة بتكتشف حقيقة لم تكن تعرفها بيزداد شوقك ورغبتك أنك تكمل المشوار ده في حياتك المدرسة دي مش بتنتهي بنهاية الحلقات دي بالعكس المدرسة دي فاتح شهية بيقولك أن هناك حقائق كثيرة أنت تجهلها وأن الحق متاح وموجود في كلمة الله وأن كثيرين من الناس أعطاهم الله نور لفهم المعرفة في كتب كثيرة في دراسات كثيرة لكن المدرسة دي مجرد بتقولك أن هناك أنوار على الطريق إذا أردت أن تكون تلميذ المسيح دي رحلة العمر كله المدرسة دي مفيش تخرج منها أن أتبع الرب كل أيام حياتي ويوم بعد يوم باكتشف من هو يسوع المسيح وباكتشف دعوته لحياته وباكتشف قصده وباكتشف حكمته الإلهية باكتشف مبادئ الحياة وقوانين ملكوت السماوات التي أستطيع أن أحياها وأختبرها وأجني ثمرها هنا أيضاً وهناك في رحلة دي اتكلمنا عن مين ربنا وتكلمنا عن مين الإنسان اتكلمنا عن قوانين الله اللي بيحكم بيها الخليقة مش عارف ليه ناس قليلة بترجع تذاكر الجزء ده التمن حلقات دول اللي بسميها القوانين الله الأدبية لحكم الخليقة ودي قضية مهمة جداً بتجاوب على الأسئلة كتيرة جداً من الأسئلة اللي بنمر بيها في حياتنا اليومية في الرحلة الطويلة دي وصلنا في النهاية إلى ما نسميه العلاقات الإنسانية وده جزء عملي جداً 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 في الحياة لأنه المفاهيم الإلهية في حياتي بتترجم إلى واقع عملي في علاقتي بالآخرين وقلنا أهم واحد من الآخرين دول أهم واحد على الإطلاق شريك حياتي دي أول علاقة دي أعمق علاقة دي أم كل علاقة إنسانية أخرى ساعتك وساعدة أولادك وساعدة المجتمع اللي انت بتعيش فيه ساعدة الكنيسة التي تنتمي إليها متوقفة على علاقتك شريك حياتك مهما كان التدمير اللي حصل فيها يوجد رجاء مهما كنت مشيت والأخبطت تقدر ترجع وتمشي في طرق الله المستقيمة اللي بندرسها مع بعض وتقدر ترجع تزرع زرع جيد فتحصد أيضا حصاد جيد في رحلة دي وصلنا لغاية ما نسميه طرق التواصل بيني وبين شريك الحياة المجالات التي فيها نطبق مبادئ العلاقة الزوجية وقلنا أول حاجة هي التواصل ومن خلال التواصل ده بناخد مبادئ التواصل ده وبننزل للواقع العملي في أربع مجالات رئيسية في حياتنا الزوجية المجال الأول العائلة الأسرة العلاقة الزوجية والمال والممتلكات والعمل وده جانب كنا متوقعين ناخد فيه حقيقة حلقتين لكن واضح أن الأسئلة وواضح أن المفاجآت اللي قلناها كانت كثيرة قوي فاضطرين أن نضيف حلقات كثيرة لها المجال الثاني اللي عايزين ناخدكو ليه مجال أتمنى يكون يعني مش شائك قوي وسهل جداً ومقبول للغاية ومتحصلش ثورة تانية على السفينة بونتي زي ما حصل مع المال هو العلاقة بالأهل حماتك حماتك حماك وحماكي العلاقة بالأهل العلاقة مع الأسرة الأكبر اللي أتيتي أنت منها وأتى هو منها لتكونوا هذا البيت الجديد بنسميها الزواج والأهل عندنا آية واضحة جداً قلناها من الأول خالص لما تكلمنا في قوانين الحياة الزوجية الآية اللي موجودة في تكوين 2.24 لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بمرأته ويكونان جسداً واحداً طبعاً عارفين الستات كتير أو بيقولك الآية دي بتتكلم عن الرجال وبتتكلمش عن الستات فأنا مش هسيب أهلي أنت تيجي معايا لأهلي صح يا جدا؟ ما أفتكرش أنه ده المقصود أكيد يعني أفتكر ده لوي كبير قوي للآية وللحقائق دي قبل ما ندلس القضية دي وإيه المشكلات اللي بتنتج عنها وإيه الحلول اللي بيقدمها الكتاب من خلال كلمة ربنا خلونا نستمتع بمشهد فيديو وبعدين نرجع نحكي مع بعض ترجمة نانسي قنقر 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 والوالد والوالدة هنا مشجعين لابنهم او لبنتهم. على المعركة الزوجية. عايزة المهم ينصروا ابنهم او ينصروا بنتهم. مش مهم يتدغدغوا ما يتدغدغوش لكن فرحتهم ان ابنهم هو اللي كسب او بنتهم هي اللي كسبت. ايوة. واضح من نهاية الكليب ان هما الاتنين وقعوا ما فيش حد فيه منتصر. بس المشكلة ان الحموات ده ما وقعوش يعني. على. ما بيقعوش. هي العيلة الجديدة اللي بتقع القديمة ثابتة ما بتقعش. تعليق حلو قوي ايه كمان. الكليب اللي بيحصل هنا بيبقى احلى فا ايف. زي مع ناس كتير متخيلة ان احنا في سراعة واحنا مين فينا اللي يكسب ومين فينا اللي يخسر. مين اللي صح ومين اللي غلط. ناس كتير قوي عايشة كده. يعني حلبة مسارعة اه بس في الواقع ممكن تبقى ناس كتير عايشها كده. لازم واحد يكسب واحد يخسر. بالضبط كده الناس عايشة زواج كأنه حلقة مسارعة بين الزوج والزوجة مين هيكسب المعركة ديت. وبكل اسف. ان الاهل من الناحية دي وللاهل من الناحية دي. ده مفهمهم. فبيشجعوا كل واحد بيشجع طرفه ان يكون هو المنتصر. انا مش شايف حد حتى اول منهم للي لي للا دا ولا لدا. محدش الدخل. يعني سابوهم وقعوا ومحدش خب ايديهم. ما انت ما تكون سبب المشكلة هتعرف تحلها انت? يعني انا يعني لو انا طرف تالت وشايف معركة. على الاقل هتدخل. ده انا بتدخل اني بسخنها. انا مش بتدخل اني اطيها. ده انا بتدخل اني اولحها. ولان دي مش الحلبة بتاعتي. مش هقدر ابدا اعمل ايه? ادخل جواها. ما قدرش. طبعا الاقل اقوم اللي لي? لما يروح البيت. لما يسيبها ويروح بيت اهلو اتقوم. ايوا. انا شايف ان كل طرف كان بيسمع. لأهله. كويس. وبينافس شريك حياته. فهو ما مداش فرصة اصلا ان هو يفصل بين ان دي بقت عيلته الجديدة ان هو يهتم بها. بالعكس ده هو خلى فيه منافسة بينه وبين شريكه. ايوا. ملحوظة اخيرة. وانا يعني اللي وصلني من من الكليب ده انه كأنه كل واحد بيحارب شريك حياته مع اهله يعني بيدافع عن اهله ضد شريك حياته. فالنتيجة اللي خسران هو اللي اتنين. دي حاجة مهم قوي في اللي احنا هناخده في هذه الدراسة. خليني اه اه اجري معاكو كده لانه ان شاء الله يكون ده ماضي بقى خلاص يعني ما بقاش ده واقع دلوقتي ان شاء الله يعني يبقى زمان كان قضية كبيرة اوي اتمنى ان يكون في العصور الحديثة اللي احنا عايشين فيها ان حجم المشكلة دي قل عن الماضي اللي كان واحد من اكبر قضايا المشاكل الزوجية. عندي ايتين هنا يترك الرجل اباه وامه. وعندي اية تانية متى تسعتاشر تسعتاشر اكرم اباك وامك. واتعرضنا هل هناك تناقض بين الايتين دول وقلنا مفيش ازاي عايزين نشرح حتة دي كتطور طبيعي للحاجة الساعة كتطور طبيعي لحياة الانسان. قبل الزواج وانا عايش تحت سقف اهلي تحت رعايتهم تحت مظلتهم بيصرفوا علي عندي امر الهي تاني خالص بيقول ايه بيقول اطيع والدية مش اكرمهم ولا اسبهم مزبوط. فانا عندي ثلاث حاجات غير بعض في الواقع الامر. لما نحط دول كلهم في مع بعض هنشوف المعنى الحقيقي. بيقول ايه الكتاب ايها الاولاد وانا ابن وانا بنت عايشة مع اهلي تحت سقفهم تحت حمايتهم تحت سلطانهم. ايها اولاد اطيعوا والديكم في كل شيء لان هذا مرضي في الرب. في موضع تالي بيقول ايها اولاد اطيعوا والديكم في الرب كما يحسن يحسن في عانينا ربنا. فانا عندي ايات بتتكلم عن طاعة الوالدين. طاعة الوالدين. انا تحت غفاء اهلي ابويا وامي انا لازم ابقى خاضع ليهم بس مع كلامه في الرب. يعني لو قالوا لي اعمل حاجة غلط مش هعمل حاجة غلط. لو لو يتجوز حد غزبا عني مش هتجوزه. لو اولي اسجد لتمزال ازدهب مش هسجد لتمزال ازدهب. لو ابوي قال لي بيعي نفسك عشان عايزين فلوس مش هعمل كده. فانا الطاعة دي في الرب. طاعة في الرب. لاني تحت غطاهم فانا خاضع ليهم. طيب انا لما اتجوزت انا خرقت من هذه المظلة. انا خرقت من هذا البيت. انا بقيت تحت مظلة ايه? جديدة. تحت غطاء جديد تماما. هل مطلوب مني اني اطيعهم واخدع لهم? لا. امال ايه الحاجة اللي مستمرة وانا في البيت وانا برا البيت اكرم اباك وامك. اش كده الوصية اللي في الوصية العشرة لا اطيع ولا اترك اباك وامك. الوصية الوصية العشرة اكرم اباك وامك. لاني وانا تحت سقفهم الاكرام للوالدين يتضمن كمان ايه? الطاعة. لكن وانا خارج سقف الاهل ده وانا مستقل عنهم وانا مش تحت سلطانهم لاني بقيت بيت جديد او كبرت واستقلت وسافرت وبقى عندي بيتي اللي انا عايش فيه حتى قبل الزواج. انا مطلوب مني اطاعهم. لا. انا مطلوب مني اكرمهم. ات اكرمهم. وبالعكس في الزواج مطلوب الاستقلال. الاستقلال. فانا تحت السقف مطلوب الطاعة وانا خارج البيت لاني كونت بيتي جديد. مطلوب الاستقلال. عدم الطاعة امال ايه? الاكرام. يعني ايه? اكرم والدية. يعني بقدرهم. اكيد بحبهم. بس بقدرهم وقدر عملوا معايا. وعندي احترام شديد ليهم فبعملهم بهذا الاحترام الكبير. ومسؤول اني اعتني بيهم. اعتني بيهم. اعتني بيهم صحيا. ومرات انا مضطرة اعتني بيهم. ماديا اذا هم محتاجين لماديا. لكن ما طعهمش. ما طعهمش. انا استقليت عن هذا البيت. انا صرت تحت وصايا اخرى. تحت نظام جديد. ارجو نخلي بالنا من الفكرة دي. اشرح ازاي? واقول. كلمة يترك اباه وامه دي. معناها رباط بينفصل. حاجة بتنحل. يعني بمعنى اخر. زي ما يكون كان بيني وبينهم حبل ايه? حبل سري. يترك امام عناي فك الحبل ده. يقطع الحبل ده. ليه بقى طعه? لاني هوصله مع مين? مع حد تاني مع شريك حياتي. بقى في حبل سري بيربطني بشخص اخر مطلوب اخضع له. مطلوب اعيش معاه. مطلوب استقل معاه عن ابويا وامي. هتقول لي ايه ده? ده يطرك الرجل اباه وامه. ايه الرجل اباه وامه. كان بالحاري الست. الزوج اللي هو هيبقى صاحب القيادة في البيت الجديد ما يسمعش كلام ابوه وامه. كان بالحاري الزوجة اللي هتسمع كلام زوجها. اكيد ما ينفعش تسمع كلام ايه? ابوها امها. واضح? فاحنا بنتكلم عن استقلال. بقولها كده بعبارة مجازية ماردتش اكتبها في الباور بوينت اللي قال لا يساء فهمها. الاستقلال التام او الموت الزؤام. عشان اشرح العبارة دي عندي كام رسمة احب احطها قدام حضراتكو كده. خلية. فيها سايتو بلازم وفيها النواة. الخلية دي كبرت كبرت وبتردت عايزها تتكاثر. فاول حاجة بتحصل ان النواة بيحصل لها ايه? بتبقى اتنين وتبتدي تتقسم. اول ما النواة تتقسم وتبتدي يتحرك والنواتين بوعاد عن بعض. بنشوف المنظر ده على طول. الخلية بتحصل لها على طول تبتدي تعمل ايه? بتتقسم. ويبقوا خليتين. والخلية دي تستقل عن الخلية الاولى. شفت عمركو خلية. النواة قسمت وفضلوا خلية واحدة جواها نواتين. ها احنا بنشوف بيضة جواها صفرتين. ده انا ملاش دعوة هالس. احنتكلم عن خلية جواها نواتين. ليه ما ينفعش? لان النواة ديت الجواها دي ان ايه? هي اللي بتصدر الاوامر والتعليمات لكل الخلية. هي اللي بتصدر ايه الانزيمات اللي تتكون? هي اللي بتصدر ايه البوابات اللي تتفتح على الجدران الخلية? هي مركز التحكم. ما ينفعش يبقى في خلية واحدة وفيها مركزين تحكم بيبعثوا بيانات مختلفة. ما ينفعش. اش كده على طول? اول ما الخلية اول ما النواة تنقسم الخلية لازم يحصل لها ايه? تنقسم ويبقوا خليتين. والنواة الاولانية ديت اللي هي خلفت الاديمة ملهاش تبعت اي اوامر للخلية ايه الجديدة. بقى عندها استقلال تام في جهازات التحكم. اصور صورة تانية. جسد واحد ليه راسين يبقى شكله ايه? يبقى شكله كده? لو كبر يبقى منظره كده? حلو المانظر. حلو المانظر ها? تعرف تعيش كده? شكده البيت الجديد. الخلية الجديدة دي خلية جديدة. فيها نواة. فيها الزوج والزوجة اتحدوا مع بعض. فيها دي ايه كامل? فيها عناصر الاستقلال. لازم تستقل الاستقلال كامل عن الخلية الاصيلة التي جاءت منها. فيها رسمة تانية بس دورنا عليها لانهاج. مركب. فيه في الاول قبطان. وفي اخيرها فيه قبطان. وده بيحوط كده? وده بيحوط كده? وده بيحوط كده? ودفة مش عارفة تروح منهم فين? يترك الرجل اباه وامه يلتصق بامراته يبقى نواة جديدة. يبقى رأس جديدة. لجسد جديد. لبيت جديد. يستقل الاستقلالا كاملا عن البيت الاصل. ايه نوع الاستقلال ده? ده استقلال من ثلاث محاور. الاستقلال الاول استقلال ادبي. استقلال ادبي. لان عندنا مبادئ جديدة. عندنا قيم جديدة. عندنا اسلوب لحاجة جديد. احنا هنعيش بقى بطريقتنا. مش هنعيش ايه? بطريقتهم. لما جوزت وخدت شقة في نفس العمارة. لان جزء منها احنا نمتلكه كعائلة. فبقت يعني والدتي فوق في الدور السابع واحنا في الدور التاني. فقريبين مننا. وبعدين خلفنا اولاد. وبعدين بتلين ربي اولادنا. فاحنا بالربي اولادنا. اتعلمنا اننا ربيهم زي ما اتعلمنا في كلمة ربنا. فطريقة مختلفة خالص عن الطريقة اللي احنا اتربينا بيها. فماما كانت تنزل تفرج علينا واحنا بنتعامل مع ليال. فتقول لي ايه هو ده? قولها في ايه ماما? تقول لي انت خدتوا القوضة. وبعين جبتوا العصايا. وبعين ضربتوا على البوبو. فانا كنت منضرب فما عندهش اي اعتراض لغاية دلوقتي. بس يا ريت ما كنت منضرب بالعصايا الخشب كنت منضرب بحاجات تاني مهم يعني? وبعدين ما بعد ما اضربتوا رحت واخدوا في حضنك وقدتت بوسه وطلعت مع بعض وبيلعبوا. وقيت لي انت كده هتعملوا انفسان في الشخصية. انت يتضربوا يتبوسوا. لكن تبوسوا وتدربوا مع بعض هيطلق بتخالص الولد. ده طريقه تفكيرها. مش طريقه تفكيري. انا ما اتربيتش كده. بس انا هربي كده. انا عندي قيم جديدة. هعمل دي ولا دي؟ لازم استقل بقراري. لان انهاردة عندي مبادئ جديدة. عندي نوع حياة جديد. عندي سكة جديدة. عندي دعوة جديدة. عندي هدف جديد اعيش من اجله. ماينفعش اهلي اتدخله ويقولولي اعملها ازاي? او اعملها ليه? او اعمل ايه? ماينفعش. ماينفعش. فجئت والدتي بقرار في الكنيسة كانت حضرة الاجتماع فجئت بالاسيس بيقول الدكتور سامح موريس بنعمة ربنا قرر يتفرغ للخدمة. فانا كنت طبعا احب اقول لها قبل ما تسمحها في الكنيسة. والدتي انا قدي عايشة معايا. لكن ده قراري. انا متجوز. انا مستقل. مش هاخد اذنهم. ده قراري. عندي قيم جديدة. عندي اسلوب حياة جديدة. لازم استقل عشان اقدر اعيش البيت الجديد. العائلة الجديدة. الاسرة الجديدة. الكيان الجديد. الخلية الجديدة القادرة على الحياة والانجاب. استقلال اداري. عندنا عندنا نظام وترتيبات وقرارات. هنسافر مش هنسافر. هنشتري مش هنشتري. هنروح. هنيجي. بناء على القيم والمبادئ ديت. بقى نظام حياتنا مختلف. نظام حياتنا بقى مختلف. فاحنا زمان عشان كنا نسافر اجراءات شديدة جدا. وما نقدرش نسافر وبعد نرجع وبعد يومين نسافر. احنا عندنا في البيت الحياة غير كده شوية. احنا تعريبا عايشين في شنطة الصفر. فدخلين بشنطة صفر. انتو كنتو فين كنتو مسافرين. حمد الله عالسلام. يومين تلاتة اخدين. انتو رحين في انتاني. مسافرين. ليه كده? يلا بنسافر. احنا قصدنا بنسافر. فلازم عندنا استقلال اداري. استقلال ابدي ادبي في قيم يوم بدئي. واستقلال اداري في اتخاذ قراراتي في الحياة. هعملها ازاي? هعيشها ازاي? هعيشها في شنطة? هعيشها في دولاب? هعيشها ازاي? ده قراري اللي بينفز مبادئي وقيمي. عشان يتحقق الاستقلال الادبي والاستقلال الاداري لازم يبقى فيه استقلال ايه? مالي. هم اللي لسه بيصرفوا علي. هقدر اقول لهم انا رايح ولا جاي? هيتقطع المصروف. هقدر اقول لهم هربي ابني كده ولا ابني كده? هيتقطع المصروف. هقدر اقول لهم مش هطلع ابني اللي هو حفيدهم يقضيوا من ثلاثة فوق لان هم بيدلعوه بيؤكلوا شكولاتة وبيعملوله كل الحاجات الممنوعات وبيسمحوله يعمل كل اللي احنا بقوله عليه. وهم بيدفعوا المصروف مش هينفع. يبقى لازم الاسرة الجديدة دي تستقل ماديا. يمكن تاخد معونات. اغلب الاسرة في بدايتها بتاخد معونات دلوقتي. لكن لازم اكون على استعداد اني استقل. وانه عمر ما يبقى التأثير المادي له علاقة بالاستقلال الادبي او الاداري. واضح اللي انا بقوله ده. واضح. صح كده? ليه الاهل اللي عايزين يدخلوا من النحية دي او من النحية دي? ليه الاهل معانا وفي حياتنا وفي جوازنا وفي اختيار الشقة. يعني هم في نخششنا لفترة طويلة جدا جدا. فابقى في الفرح وعشان كده بنشوف الاهالي في الفرح عندنا بعيات وعيات. هو تعود يبقى شريك في القرار. هو تعود يبقى ليه علاقة باللي انت بتعمله. هو تعود في يوم وليلة انت خط شنطتك وايه? ومشيت. مش سهل عليه. فهو متعود يتدخل. مش بس التعود سبب التاني. واخف عليك. حس ان هو عنده خبرة. هو لازلت انت في نظره ايه? عيل. صغير. انت عندك سبعة عشرين سنة دون عشرين سنة. هو عنده خمسين ستين سنة. انت بالنسبة له لازلت ايه? عيل. مش بس عشرين سنة. لان هو من وين تعيل شايفك ايه? عيل. هو مغيرش فكيته خالص. نفكر مرة كنا في قعدين في جلسة. وكسس كبار في السن. وكسس يعني تانيهم مش كبار في السن. وانا كنت قعد. وفوقتها تكر كان عندي خمسة وارب وعادين فالكسس الكبار بيكلموا بعض بيقولوا. معلش يا جماع اص. احنا معنا كسس زبان صغيرين قعدين. فبسرت لي روحي كده. فانا عندي خمسة واربين سنة. مش عارف وده اسيس شاب صغير وده ايه? ده خمسة 40 سنة. بس هو عنه 65 سنة. فأنا بالنسبة له شاب صغير في سن المراقق. فالأهل بيشوفونا صغيرين. فبخيفين علينا. فعايز ينقذني من القرار دوت. انت بتسافر كتير. انت مش عارف ايه. انت بتربيق ابنك كده ازاي. انت ازاي عملت كده. انت ازاي اشتريت دوت. فخوفوا علي بيخليه عايز يتدخل. ثلاثة. قضية الثالثة المهمة. الاحفاد. الاحفاد. هو مستني الاحفاد. هو خسركه لكن هو هيعوض نفسه بالاحفاد بعيالكم. واغلى الولد. ولد الولد. وانا مستني شخصيا ونفسي فانا عارف الشعور دوت ومتأكد منه. وايه بقى نفسه اول واحد ده يبقى ايه. يبقى بتاعه. يعني يعني الود ود كده ابني اول بيبي يسيبهولي. وبعني يبقى ياخد يعني الباقي ده ياخده. بس على الاهل يسيب لنا حد. احسن البيت ابتدى يفضع علينا. فالاحفاد. السبب انه عايز يتدخل. هو عايز الهال دول. هو عايز الهال دول. هما لازال شايفهم زي ما يكون ولاده. مع ان هما هما مش ولاده. هما مش ولاده. سعب الرابع اللي يمكن يكون موجود ان بعض الشخصيات عندها فكرة التسلط ديت. يعني هي شخصيات متسلطة. واتصورت في افلام كتيرة ماري مونيب. الحقيقة جسدت الشخصيات ديت بخوة شديدة جدا. يمكن ده مش سنكو. لكن انتو بالنسبة لي شباب صغير معلش يعني. فماري مونيب جسدت الفكرة ديت ان مرات شخصيات تبقى متسلطة. متسلطة على جزها. متسلطة على عيالها. وبالاولى لما عيالها يتجوزوا حيبقوا متسلطة على مرات ابنها. ففيش شخصيات متسلطة بتحشر نفسها. ما فيش حاجة اسمها انا مالي. زي انا مالي. زي انا مالي. زي انا مالي. وبعند شعر ان هو نجح في حياته. فعايز ينقل هذا النجاح ايا كان الى الجيل الاخر. في اسباب كتيرة بالذات في مجتمعنا الشرقي بتخلي الاهل عايزين يدخلوا في العائلة الجديدة. عايزين ولادهم يجوا يزوروهم كتيرة. مش كفاية مرة في الاسبوع. تيجي تباتوا عندنا. انتو بتروح عندنا حد تانية اكتر منهم. عايزين يسمعوا اخبارنا. بيتكلموا كل يوم. بيعملوا. عايزين يدخلوا. عايزين يتحكموا لسبب او لاخر. كارثة. كارثة. الاستقلال التام او الموت الزهم. البيت ده لازم يستقل ادبيا واداريا وماليا عشان يعيش. عشان يحقق ذاته. عشان يكون نفسه. عشان يكون دعوته. عشان العلاقة اللي بين الزوج والزوجة يبقى واحد. ما يبقاش المنظر اللي شفناه دوت. ان هو بالنسبة له ده ابني دي مرات ابني بس ده ابني. فانا بنصره. بنصره على مين? على مين يا عادي? ودي بنتي. دي بنتي فلزة كفدي فانا بنصرها. فهذا التدخل على طول بيوجد مشكلة ما بين الازواج. ما طول. هما بيدخلوا بينهم. هو بيدخلوا بين هذه العلاقة اللي قلنا يلتصق الرجل بامراته. وتبقى الورقة دي ملزوقة في بعضها. ما فيش مكان لحد يدخل. ما فيش مكان لحد يدخل. ما فيش مكان. بس دي ماما. ده بابا. يترك الرجل اباه وامه. يلتصق بامراته. يكون الاسنان جسدا واحدا. سمحولي اكمل وبعد اسمع اسئلة. نعمل ايه عشان نمنع هذا التدخل? بطريقة فيها اكرام للوالدين. بطريقة فيها محبة وفيها مبادئ مسيحية. تعلمناها من اول الرحلة بتاعتنا حتى الان. الاحتفاظ بالاستقلال والدفاع عنه. من يفعله وكيف يفعله. الاول لازم نقول من. شنقولي زي نحتفظ بالاستقلال دوت. برغم الضغوط للتدخل. السؤال اولاني من. قبل ما نقول كيف. غريبة قوي. نقول كيف الاول. وبعد من. لا لا هي من. السر في من. مش السر في كيف. انا المسؤول كرجل اني امنع علتي من التدخل. انا اللي احامي عن بيتي من علتي. مش مراتي هي اللي تتصدى لهم. هي اللي تحامي عن بيتنا من اهلها. وتمنحهم التدخل. هي اللي تقول لهم ما تتدخلوش ملكوش دعوة. انا اللي اقول لاهلي ما تتدخلوش ملكوش دعوة. هتسافروا ليه? هو مزاجنا كده. هتروحوا فين? مطرح ما احنا عايزين نروح. انا ما قفش بينها وبين اهلها. هي ما تقفش بيني وبين اهلي. لو هي وقفت بيني وبين اهلي اهلي هاميلو في ايه? هيفرموها. لكن انا هيزعلوا مني. ازاي? مش هيتدخل. بس انا ابنهم. هيزعلوا مني نص ساعة بعدين. هيقولوا انت حر. لكن لو زعلوا منها هتبقى مصيبة. هيوروها لايه? المر والنجوم في از الدور. لكن يزعلوا مني. هنتصالح. لان انا ابنهم. انا اقدر اقفلهم. انا فاهمهم كويس. انت المسؤول ان تدافع عن بيتك. من اهلك. انت المسؤولة عن حماية هذه الخلية الجديدة من الخلية القديمة. لو عملناها كده. ما فيش خسائر في الارواح. خالص. ماينفعش اقول لمراتي. لا انت يروحي لماما اقول لها. ماما ما تدخليش. ابن. ماينفعش. ارميها الرمية السودة دي. ماينفعش. ماينفعش. افضل انا في نظر اهلها الراجل التمام. وتفضل هي في نظر اهلي ست الستات. يزعلوا مني. اهلها يزعلوا منها. بس ما يزعلوش مني انا. ولا اهل يزعلو منها هي. فمن هو الاجابة? من هو الاجابة? ساعتها كيف هتبقى سهل قوي? اني اقول لهم ملكوش دعوة. بكل لطف. هتعملوا ايه? هنعمل كذا 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 باختصار شديد. ليه? يعني مقتنعين بالحكاية دي. بس الحكاية دي غلط. نفسنا نجرب. ايه ممكن تطلع ساعة? ولو طلعت غلط هنغيرها. سهل قوي. يا جناعة ما ينفعش. سيبونا نجرب. لازم نجرب بطريقتنا. لازم نجرب بطريقتنا. من حقنا. ده مفوش حدم اكرام. انا بحب اهلي. انا مقدر لعملوه عشاني. لو احتاجوني انا تحت امرهم. وبالعكس بقى. اللي بيخدم اهلي اكتر مراتي. فيزعلوا مني وينبسوا بيها. هي اللي تخدمهم. والعكس صحيح. واللي يخدم لها اكتر انا. فانا محبوب عند عيلة مراتي. وهي محبوبة عند عيلتي. واضح الفكرة اذا اقولها? انت كده بتحافظ على علاقاتي الايجابية. ان هي بتقوم بدور مع عيلتي اكتر مني. هي اللي بتخدم امي اكتر مني بملايو قاس. النهاردة اللي بتحتاج حاجة بتكلمها. ما بتكلميش انا. او من اللي بتحتاج اتكلم مراتي ما بتكلميش انا. اولا مش هتلاقيني. ثانيا حنسها. لكن مراتي اللي هتلاقيها ومش ممكن تنزل. ففي الوقوف كل واحد يقف لعيلته. في الاكرام مطلوب الاكرام يبقى اكتر ايه? عكسي. انا حكرمها لي. بس حصدرها في الاكرام. عشان تاخد كريدت. هتصدرني في الاكرام عشان اخد كريدت. فيهمتوا بقول ايه? بحتفظ بالعيلة واحدة. وبحتفظ ساعتها بالعلاقات الانسانية مع العائلة القديمة سليمة. الاحتفاظ بالاكرام والروابط بالتساوي مع الاسراتين. دي نقطة تانية مهمة قوي. باهم? ليه? لو احنا بنروح لعيلتي اكتر قوي من عيلتها. بعد شو هتقول حرم عليك انت ناسي عيلتي. لو انا بنروح لعيلتها اكتر من عيلتي. انا ممكن اشعر عيلتك خدتنا قوي من عيلتي. فاحنا عايزين نكون في اكرامنا للاهلين متساويين. فلى الاهل دي يقول ايوه اخدوك مننا. ولا الاهل دي يقول ايوه اخدوك مننا. ولا ولا هي تقول ولا نقول. احنا احتفظنا بوحدتنا مع بعض في اننا اكرامنا لاهلنا متساوي. متساوي. ولو كان اكرامي الاهلها اكتر من اكرامي الاهلي. واكرامها الاهلي اكتر من اكرامها الاهلها. بالعكس هتبقى دي اضافة هائلة للقضية. اختم وبعين اسمع اسئلة. تبقى قضية الاحفاد بقى. مع الواقع اللي احنا نشتغله. بنشتغل بنسيب احفادنا عند اهلينا وبنسيبه عند مامة مامتي وبنسيبه عند مامة مامتو مير مرات. وبنرجع نلاقي كل الاستثمارات اللي عملناها في العيال راحت. وبعين بنسافر ونسيبه من يومين تلاتة. وبعدين مش عارف بنهاجر ونسيبهم سنتين تلاتة. يعني يعني الدنيا بقت قضية كبيرة اوي اوي اوي. اسمحوا لي ان دي قضية كبيرة عشان كده سمتها قضية الاحفاد. هخليها بالتفصيل لتربية الابناء. لتربية الابناء. لانها قضية كبيرة او تتعلق بتربية الابناء اكتر ما تتعلق بالعلاقة مع الاهل. معانا اربع دقايق تسألوا حضراتكو زي ما انتو عايزين. زي ما عيدكو خالص 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 مش هديق عليكو ابدا ابدا. لا بليز. 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 ففهاش قليل او 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 دي قضية كبيرة. تبع تربية الاطفال. نسأل في العلاقة مع الاهل. ايوة. اعمل ايه في جملة انه تم احنا نسأل الكبار علشان كبار هما اللي خبرة اكتر. فماما او مام يعني او مامتي بابا او باباك. لما نسألهم هما اللي هيفدونا. فاي حاجة تتعلق بالولاد او ناخد رأيهم في حاجة كبيرة. لو حد في الترافين في الزوج او الزوجة رافض الفكرة رافض التدخل. يوضح للتاني ازاي من غير ما يضايقه. لا انا مفهمتش. خالي. النص اللي انا كنت فاهمه وبعد نص التاني عكاس للفهم اللي انا فينضف العيدة. وليها واحدة واحدة عليا. طيب يعني دلوقتي اتنين متجاوزين بيتناقشوا في حاجة. كويس. معرفوش يوصلوا لحاجة. كويس. وفي واحد شايف انه يسأل بابا وماما افضل. اعم. والطرف التاني مش عايز يسأل. ليه? يعني مش عايزين يدخلهم. اه ليه? مش عايز يدخلهم في في الموضوع او في المقشة دي. اه لانه خايف انه لو تعرفوا القضية مش بس حيقولوا رأيهم هيتدخلوا في في القرار. فازاي الزوجة مثلا او الزوج يوصل للطرف التاني من غير ما يدايقوا. انا مش عايز اهلك يدخلوا. انا مش عايز الاهل. بالتواصل. اللي قلناه. يا حبيب قلبي يعني يعني بالطريقة اللي قلناه يا ديت. لو انا استشرنا اهلك ومعملناش اللي هم قالوا عليه. هيزعلوا مننا. وحيفتكروا ان انا السبب. فافضل لو نسأل نسأل برا دايرة الاهل. عشان دي قضية هيتدخلوا. واحنا مش عايزينهم يعملوا ايه? يتدخلوا. عايزين المبدأ يبقى الاستقلال التام. وإلا النتيجة هتبقى الموت الزؤام. مش عارف. ازاي الزفت يعني. ايوا. نعمل ايه في في قضية الزن على الاولاد او الاحفاد انه. اه ان هما بيزنوا انك تقولوا معي. اه بالزبط. ما انا بزن على ابني برضا. اه. الموضوع دا يعني مؤرد جدا وبيقدي في وقت من الاوقات انه زياراتي او زياراتها. بتبتدي تقل في المكان دا لان انا عارف انا رايح هناك. بتبقى قدامي صورة انه هيتكلموا في الموضوع دا والموضوع دا حساس. وقلنا فيه في اوقات اه لا دا مش حقوق تتكلموا فيه او مش دووقتي او 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 او. وبرضو مسلا بنلاقي انه لسه فيه كلام. سهل قوي. مرة تانية. لو البيت بتاعي هو اللي بيتكلم في الحاجاتي حروح الاهلي يقول لهم ما تكلموناش في الموضوعنا. وقال لا احنا هنقصر رجلنا عن انجلكم. دا قرارنا يا جمال. لو دا اهلها اللي بيعملوا كده هيتروح الاهلها وتقول لهم ايه? ما تكلموش في الموضوع دا قرارنا. دا قرارنا. ولو كلمتوا فيه كتير زياراتنا هتقل. نفس السلك قضية. هيسمعوا لي ولا لا? هيسمعوا لي. هيزعلوا منها ولا لا? هيزعلوا منها. وخلاص. نص ساعة وراحت في زعلة. ساعة لقوي يا جماعة. التلات مبادل انا قلتهم دول لو خدت بالوج منه. سالين جدا 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 جدا. ويمنعوا مشاكل كثيرة. سؤال كمان. ساعات اللي معندوش اولاد يبقى مش مدرك نقطة النص ساعة. اللي معندوش اولاد مش مدرك نقطة النص. بابا ممكن يزعلوا مني نص ساعة بس. هو فعلا نص. يمكن اقلم نص ساعة حاليك عارف اكتر. اه. انه هما ساعات. هزعل بابا وماما. هزعل بابا وماما. الموضوع يبقى كبير اولي. لا هو نص ساعة. هي نص ساعة طبعا. اه طبعا. هي اقل من نص. اه طبعا. لان هما عارفين انه مش من حقوم يتدخله. لانه هو عارفين انه هما مش حقوم يدخله. بس اقولك هو اتعود. هو خايف عليك. هو عنده اسباب بتخليه تعمل كده اعذره. افتكر الاسباب الاربعة دي يقول. هو معذور انه عايز يتدخل. بس انا معذور اني ايه. اني مش اسمح له يتدخل. عزيزي المشاهد احباي اشكركم عشان متابعتكم لينا هذه الحلقة. نلتقي في حلقة اخرى. وصلي في قلبي ربنا نحفظنا تلميذ للمسيح. امين. مجز المسيح. في نهاية حلقتنا عزيزي المشاهد عاية اشجعت انك تروح للويبسايت بتاع هذا البرنامج schoolofchrist.tv. هتجد كل الحلقات موجودة وكل حلقة هتلاقيها بكل الصور المختلفة. تقدر تتفرج عليها streaming. تقدر تلاقيها word. تقدر تلاقيها كشيت عشان تحلوا وتبعثوا لينا مرة تانية. تقدر تلاقيها pdf. تقدر تلاقيها powerpoint. او تقدر تحملها لنفسك على اساس انها تكون mp3 عشان تقدر تسمحها. او تكون للايفود بتاعك. او تكون للايفون بتاعك. او تكون كمان ويندو ميديا بلاير. والسيديهات. الديديديهات. هاي كواليتي موجودة في جميع المكاتب المكاتب المسيحية من الان. فصاعدا تقدر تحصل عليها. وتقدر كمان تديها هدايا لاصدقائنا. الى ان نلتقي. ربنا معك. اشتركوا في القناة. 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 اشتركوا في القناة